أعلنت وزارة الصحة والسكان تقديم الخدمات الطبية والوقائية والتوعوية لأكثر من 53 ألف مواطن بالمدن الساحلية بمحافظة مطروح وذلك خلال احتفالات عيد الأطحى المبارك وقالت وزيرة الصحة هلزايد إن ذلك يأتي ضمن خطة التأمين الطبية والتي يجري تطبيقها بجميع المحافظات الصحية تباعا بالمجان وتزامنا مع زيادة تردد المصطفين على المدن الساحلية خلال فصل الصيف وأوضحت الوزارة أن الخطة تشمل توفير 29 عيادة متنقلة تضم مختلفة التخصصات الطبية بالإضافة إلى نقاط تابتة بإجمالية 25 سيارة إسعاف على طريق الساحل الشمالي